اشتركوا في القناة وقد سجل صاحب الجلالة حفظه الله كلمة في سجل كبار الزوار هذا نصها يسعدنا ان نلتقي بدولة الاخذة تفساري محمد نجيب بنتون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة وذلك بمنسبة زيارتنا لهذه الدولة المسلمة الرائدة التي نقدر ايما تقدير مواقفها الصلبة والقوية في الدفاع عن مصالح وقضايا الامة الاسلامية وحرصها على بناء علاقات طيبة مع مملكة البحرين بما يؤكد اواصر الصداقة والاخوة بين بلدين وشعبين ادام الله تعالى على ماليزيا الامن والاستقرار والرفع والتقدم بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى جلسة مباحثات مع دولة رئيس الوزراء الماليزي حضرها وفداء البلدين استعرض الجانبان علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في المجالات كافة وبالأخص الصناعية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والعسكرية والدفاعية وذلك من منطلق حرص القيادتين على دفع هذه العلاقات إلى أفاق أرحب وبما يخدم المصالح البلدين والشعبين وأعرب الملك المفدى عن تقديره لماليزيا قيادة وحكومة وشعبا لما لقيه أعضاء الوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم الضيافة وأكد جلالته أن مملكة البحرين تولي أهمية خاصة في تعزيز علاقاتها المتنامية مع ماليزيا التي حققت إنجازات مهمة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية وأعرب الجانبان عن تطلعهما في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون في كافة القطاعات والعمل على تبادل الزيارات وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية وإتاحة الفرص أمام المستثمرين للمساهمة في المشاريع والمبادرات المشتركة التي تخدم تطلعات الدولتين والعمل على دعم إقامة الشاركات بين الهيئات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من تجارب وخبرات البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والصناعية وأعرب جلالة الملك المفدى عن تطلعه في أن تسهم زيارته في تفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات جديدة والاستفادة من الخبرات الماليزية المتقدمة في المجالات العلمية والتقنية للوصول بالتعاون المشترك إلى المستوى الذي يطمح إليه الجانبان وأكد جلالته في هذا الجانب على الإمكانيات التي تحظى به مملكة البحرين وموقعها الاستراتيجي في المنطقة والتاريخ العريق الذي تتميز به خصوصا في مجال التجارة والأنشطة الخدماتية المصاحبة منوها بالتسهيلات الكبيرة والإجراءات الميسرة التي تمنحها المملكة للمستثمرين ورجال الأعمال كما أشهد جلالته بالإنجازات التي حققتها ماليزيا على كافة الأصعدة ولسيما الصناعية والاقتصادية والتنموية وبالدور الريادي الذي تطلع به على الصعيدين الأسيوي والدولي مؤكدا أن ماليزيا قطعت شوطا مهما وأساسيا في ترسيخ مكانتها التنموية عالميا من جانبه رحب دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد محمد نجيب عبد الرزاق بزيارة جلالة الملك المفدة مؤكدا أنها تفتح مجالات أوسع للمضي بمسيرة العلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب لتعزيز أوجه التعاون وإيجاد فرص أفضل لتطوير وتنمية جوانب العمل المشترك وعبر عن شكره وتقديره لجهود جلالة الملك ودعمه المتواصل لتعزيز علاقات البلدين وتطوير أوجه التعاون الثنائي وأكد رئيس وزراء ماليزيا تطلع بلاده للارتقاء بمستوى العلاقات المتميزة مع مملكة البحرين لسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعبين الصديقين ومؤكدا على ثقته بأن العلاقات المتينة ستنمو إلى الأفضل والأحسن بفضل الرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات وأشد بما حققته مملكة البحرين من خطوات متسارعة ونجاحات متميزة في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بفضل نهج جلالة الملك المفدى متمنيا للبحرين تحقيق المزيد من التطور والنمو لكل ما فيه خير وتقدم ورخاء شعبها الشقيق كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهة النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية بما فيها القضايا التي تهم العالم الإسلامي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي هذا الإطار أكد الجانبان تأييدهما للجهود الهادفة لمكافحة الإرهاب والتطرف والسعي لخدمة الأمن والسلم الدوليين وأعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره لمواقف ماليزيا تجاه مملكة البحرين ودورها في الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وإسهاماتها مع المجتمع الدولي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي بعد ذلك وبحضور حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ودولة رئيس الوزراء الماليزي جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الارتقاء بعلاقات البلدين وتطوير التعاون الثنائي هي على النحو التالي اتفاقية في مجال الخدمات الجوية والتي وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومن الجانب الماليزي سعادة وزير المواصلات ليو تيونغ لاي مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي والتبادلات حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب البحريني سعادة رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي وعن الجانب الماليزي سعادة وزير الدفاع هشام الدين حسين مذكرة تفاهم حول المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاون الصناعي حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب البحريني سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بينما وقعها من الجانب الماليزي سعادة وزير التجارة الدولي والصناعة مصطفى محمد مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنبع والغاز الطبيعي المسال بين الشركة القابضة للنفط والغاز الذراع الاستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة بتروليوم ناسيونال برهاد بتروس الماليزية حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب البحريني معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط بينما وقعها من الجانب الماليزي سعادة الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية وانزول كيفي وان أرفين مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرفة الوطنية للتجارة وصناعة بماليزيا وقام بتوقيع عليها من الجانب البحريني سعادة السيد خالد عبد الرحمن المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن الجانب الماليزي سعادة رئيس الغرفة الوطنية للتجارة وصناعة بماليزيا ليونغ ياب وقد بارك جلالة الملك المفدى ودولة رئيس الوزراء الماليزي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الوثيق في مختلف المجالات وتكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وعهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أقام دولة السيد محمد نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا حفل عشاء بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته إلى ماليزيا الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر